فمارسينيو قريب جداً اللي عندنا طبعاً سوق الانتقالات أرقام كبيرة جداً بتتدفع في سوق الانتقالات ناس عملة تقول طب هل هذه القيم تساوي اللاعبين؟ لا لا تساوي اللاعبين طب مين دفع كتير؟ طب مين دفع قليل؟ طب الأرقام دي مبالغ فيها؟ طب مين الانديا اللي صرفت كتير؟ خلي بالك فيه انديا معلاش الضوء وده لما هنجي نستعرض الأرقام هنستعرض المبالغ والصفقات الأغلى في هذه الانتقالات حتى الآن بنتكلم النهاردة لسه متبقي خمس ايام في الانتقالات بنتكلم لحد النهاردة أغلى عشر انتقالات خلي بالك عشان احنا هنقول حاجتين الأولانية دي أغلى عشر انتقالات يعني اللاعيب اتنقل من النادي اكس للنادي واي بهذه القيمة غير اللاعب قيمة التسويقية كان دي تصنيفة تانية فاحنا هنا هنتكلم ان اللاعي الفلاني وهنمشي بالعكس مين اللاعيب رقم عشرة؟ لحد ما نوصل للعيب رقم واحد الناس هتتفاجئ هنبدأ الناس هتتفاجئ بانه في بعض الاندية مفيش اكسبوجر قوي على صفقاتها مفيش تصليل ضوء على الأرقام لكنها دفعت فلوش كتير جدا 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 الاول بس الفلوش اللي اتدفعت دي معلوماتنا منين عشان ننسب طب نقلب دي وهتلي وهتلي هتلي لعبة اللاعبة اه الموادي احنا كنا نمشيها واحدة واحدة فيرجع لي تاني يجيب لي بقى من تحت من عند جون بوكا او عبد الكبير الوادي دول رقم عشرة في الرينكينج عندنا ميش القيم دي دي قيم انتقال اللاعب من النادي الى النادي اللي راح له اه ناصل دي معلوماتنا احنا ولا دي من ترانسفير ماركت ولما صدعش الناس تتبع سماعانا برضو فاهم اللي اتنين معلوماتنا نفس الارقام احنا معلوماتنا بالجنيه المصري مترجمة للدولار لقيلنوا هم بيشتغلوا في ترانسفير ماركت بالدولار او باليورو انا ليه سألتك معلوماتنا النادي ما بيعلنش طبعا طبعا بنبحث يعني طبعا يلا جون بوكا جون بوكا في المركز العاشر بالتساوي او قريب يعني شوية فرق بسيط ما بينه وما بين المركز اللي معاه عبد الكبير الوادي جون بوكا اتنقل ليس راميكو كلبطرة طبعا واحد منها الدفين الدوري عمل موسم كبير جدا كان عليه طلب من بعض الاندية فيه مفاوضات شفاهية مع نادي الزمالك وكان قريب جدا وقعد في اكتر من جلسة مع نادي الزمالك لكن لم يتوصل نادي الزمالك لاتفاق مع نادي امبي وبالتالي رحل في صفقة تحسب لنادي سيراميكا كلبطرة لعيب كبير ولعيب مهم جدا جدا جون بوكا في المركز العاشر بقيمة تسوقية 782 ألف دولار ما يعادله بالمصر حوالي 16.5 مليون جنيه ده اللعيب رقم عشرة نروح للعيب اللي بعديه على طول عبدالكبير الوادي ونركز شوية بقى من اول هنا عبدالكبير الوادي انتقل بشكل رسمي ب17 مليون جنيه من نادي سموحة لنادي فيوتشر ده اللعيب رقم 9 اللعيب اللي بعده واحد من الصفقات نادي الزمالك ابراهيم هانيضاي بنفس المقابل بتاع عبدالكبير الوادي 850 ألف دولار بنتكلم تقريبا في 17 مليون جنيه انتقال من لوجيرنل سويسري لنادي الزمالك مقابل 850 ألف جنيه نروح بقى لحتة شوية لم يصلت عليها الضوء بأي شكل من الأشكال ألا وهي اللعيبة اللي اتفعل بنود الشراء بتاعتها برقم يقترب من المليون دولار في بعض اللاعبين كده الناس مركزتش معاهم خالص زي مين؟ زي محمد رضا بوبو محمد رضا بوبو اللي تفاوض عليه النادي الأهلي وكان قريب جدا من ضمه ومن فيوتر اللي تفاول عليه نادي الزمالك في مرحلة لاحقة وكان بيحاول يزاحم النادي الأهلي وفي النهاية قرر نادي فيوتر عدم التفريط فيه محمد رضا بوبو هذا اللاعب لم يكن مملوكا من الأساس لنادي فيوتر كان لديه مندى عبد الشراء بنية الشراء من نادي وادي دجلة ده بالإضافة لنسبة من عادة في بيع لسه ما رحنا لهاش فده الدفع في الاتنين 900 ألف دولار 18 مليون جنيه لكل لعب محمد رضا بوبو وأحمد عاطب ثنائي دفع فيهما نادي فيوتر اتنين تقريبا مليون و800 ألف دولار في الثنائي لنادي وادي دجلة كيف عائلة بند الشراء اتنين لعبة مميزين جدا يستحقوا الأرقام اللي دفعت يوم كان معروضة على نادي فيوتر أرقام أكبر من كده للتعاقد مع التنائي سواء بعض العروض من خارج مصر أو حتى العروض الداخلية كمان لعيب اتدفع فيه رقم ولم يسلط الضوء عليه سواء ده الرقم مع لويتنا أو حتى من ترانسفير ماركت 958 ألف دولار لانتقال مهند لاشين من نادي طلاق الجيش لنادي فيوتر لاعب الرابع من ضمن الليست اللي حتى نتكلم عليها اللي بينتقل لنادي فيوتر بمقابل 958 ألف دولار نروح للعيب الأخير اللي راح فيوتر مش للعيب الأخير معنا في القايم لا اللعيب الأخير اللي انتقل لنادي فيوتر حاج باري وهي الصفقة التي وصفت لأنه انتقل من الدوري الدرجة الثانية فيه الدوري الأمريكي الصفقة التي وصفت بأنها الصفقة الأغلى في تاريخ النادي هناك اللاعب اللي يحمل الجنسيتين الغينية مهاجم صريح لعب جايج جدا بالمناسبة مهاجم صريح مقابل مليون دولار نروح بعد كده لمروان حمدي صفقة محلية كانت مفاجأة جدا أن النادي الزمالك يستغنى عن واحد منها الدافي الدوري الموسم الماضي قدم مستويات جيدة جدا مروان حمدي لكن يمكن الكريتيريا أو الطريقة اللي بيفكر فيها أو طريقة اللعب اللي بلعب عفريرة ما خلتش مروان حمدي واحد من المفضلين وده لا يعيب مروان أبداً ولا المستوى أو يقلل من المستوى اللي قدمه مروان مليون دولار مليون دولار الدفع في مروان حمدي من نادي الزمالك للنادي المصري النادي المصري اللي دفع لنادي الزمالك مليون دولار نيجي بقى للثلاث مراكز الأولانية سامسون أكنولا سامسون أكنولا صفقة نادي الزمالك اللي تكلمنا عليها في حلقة مبارح واللي النهاردة خاد أول تدريباته مع نادي الزمالك بعد وصوله أمس مليون ومئتين ألف دولار ده صاحب المركز الثالث سامسون أكنولا انتقل من نادي كاركاس الفنزويلي لنادي الزمالك اللاعب صاحب الـ 22 عاما مهاجم صريح شرحنا كل حاجة عن سامسون أكنولا مبارح ده صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثاني ومن المرات الندرة اللي حارس مرمى بيحتل مركز متقدم في الصفقات الأغلى في المركات الحالي محمود جات انتقل من نادي إمبي إلى نادي المصري مقابل مليون و300 ألف دولار مليون و300 ألف دولار يعني بنتكلم تقريبا على 24 مليون جنيه مصري يقترب من 25 مليون جنيه وفيها بونوسز هم بيحطوا هنا البونوسز اللي محتوطة لللاعب في حالة المشاركة الأفريقية الموسم القادم أو غيره تصل قيمة الصفقة الإجمالية لـ 24 مليون جنيه صاحب المركز الأول والصفقة الأغلى برونوسافيو لاعب النادي الأهلي بمليون و480 ألف دولار وصاحب الصفقة الأغلى القادم من الدوري البوليفي للنادي الأهلي واحد من الجماهير النادي الأهلي بتعاول عليه كثيرا خلينا أقول لك أقفنا عند نقطة تكلمنا فيها برضو يا كريم تحت الهوى الناس حاملة تتكلم وقناعة مارسي الكولر مارسي الكولر الراجل اشترك معاه في مباراة ودية وحيدة من ضمن ثلاث مبارايات أدى فيها بشكل جيد الراجل مقتنع به تماما وحابب أأكد عليها قلناها قبل كده برونوسافيو لم يختاروا مارسي الكولر لكن أكد على التعاقد معاه وقت بعدما وقع مارسي الكولر للنادي الأهلي أرسل لي مسؤولي النادي الأهلي ريبورت كامل عن سافيو وأكد على موافقته على التعاقد معاه مليون في المية أنت متأكد لو أنا مبسوط منه مليون في المية متأكد؟ مليون في المية مليون في المية لا شك في ذلك وأنا كمان متأكد ويوم الحد مباراة الأهلي الأهلي والإتحاد المستير هتلاقي أساسي في الملعب لو لعيب أنا مش راضي عنهم شيء هلعبوا فين؟ هلعبوا عشرة ولا أبو جنيح كنا اتكلمنا في الموضوع ده اتكلمنا فيه لكن خليلي لما المباراة قرب شوية أقولك الراجل يكون بيفكر ازاي طبعا الأهلي ثكن عسكرية من وقت بداية المباراة الودية والخروج معلومة من التمرين أمر صعب جدا